النصيحة خدتها السنة دي سبحان الله يمكن تكون شبه الكلام اللي هقوله بس أنا نصيبي كده عندي كده أب من آباء حد من صحابي كده أبوه أنا لما بشوفه بقول يا رب انت هتقول لي النهاردة على لسان الرجل الطيب ده مرة زمان شافني وأنا في بداية كده طلبي للعلم والظهوري في الإعلام وكنت مش واخد بالي من أولوياتي تعرف الواحد بيبقى فرحان ببداية بقى تأثيره وحاجات يعني كانت ضايع مني أولويات في حياتي مهمة فأمضربني بالبوكس في بطني بحب كده وقال لي خد بالك من مصطفى ده زمان كم ده من 15 سنة خد بالك مني أنا يا مصطفى خد بالك منسهاش أبدا عملي كده كان يرجعني لأولويات حياتي شفته النهاردة مش النهاردة شفته شهر التمانية بصيلي كده وكانه بيزعق لي قال لي إليه يرجع الأمر كله ومزعق لي في كله دي إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه آية في القرآن خد بالك من آية دي قبل كده يمكن تكون حافظها ويمكن تكون عارفها بس كأنك محتاج نحطها لك هنا كده إليه يرجع الأمر كله زي ما هو قال لي كده فاعبده وتوكل عليه فاحنا مشغولين بالسعي والدعاء والعون السعي اللي هتتسئل عليه الدعاء اللي بيعينك على تحقيق ما تتمنى والعون اللي بيه ربنا بيعينك مش هنسى أبدا لما كنت بطلع الباسبور من مصلحة الجوازات فارزقت بالمشهد ده مشهد واحدة ست من اللي بتنظف هناك كريمة يعني كده حد ادها حتى من حلوة المولد كده سمسمية سبحان اللي ورهالي وحد بيديها السمسمية حد كده يعني كنت رح طبق وجيت وطلعت الباسبور وانا نازل على البوابة لقيت الستة اللي بتقسم حلوة المولد مع ستة غالبانة قاعدة كده تظهروا بتبيع اقلام ولا حاجة قدام المصلحة دي صحت الجوازات اخدي حاجة شو بتقسم معا حتى قد كده ربنا كتب للستة دي الرزق من الستة الكريمة دي اللي وغد حتى حتى حلوية هي قد كده فاحنا بنسع وبندعو وبنوعين